أنا بتقديري أن أي حكومة، وكانت حكومة تكنقراط وتم قبل ذلك تشكيل حكومة بهذه المواصفات أو حكومة وحدة وطنية وأيضا كانت هناك تجربة في هذا الأمر مرة أخرى ما لم يكن هناك تحول جدي وتغيير جذري في مواقف حركة حماس باتجاه الوطنية الفلسطينية لن نشهد تقدم جدي وحقيقي على أرض الواقع ودعيني أشير هنا أن حركة حماس الآن نحن لسنا في طرف من الوقت لكي ننتظر بعد انتهاء الحرب الآن هناك خطوات يجب اتخاذها فورا من أجل محاصرة نتنياهو فيما يتعلق بقضية اليوم التالي هذه مسألة لا يمكن أن تتم دون أن تكون حماس واضحة وصحة ما هي هذه الخطوات سيد أنور وهذا الاتفاق الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية هل له نعكاس أيضا للمرحلة الحالية وليس فقط لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة حقيقة أنا لا أرى مؤشرات على ذلك لأنه إذا ما قارننا سلوك حماس على الأرض وفي الميدان في قطاع غزة هي ما زالت تنتهج نفس السلوك والأساليب في تعاملها مع الآخر الفلسطيني سواء كان حركة فتح سواء كان المواطن الفلسطيني حركة حماس الآن تلاحق المشطاء السياسيين وكل من يتعارض معهم وتقوم بتكسير أطرافهم وتستدعي هذا وتستدعي ذاك هذا مؤشر لا يوحي بأن حركة حماس جادة في موضوع الوحدة الوطنية وأن حركة حماس مجرد تناور في هذا الأمر لعله يساعد في أن تخرج حماس من هذا المأزق الذي تعيشه الآن من خلال مظلة أو غطاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير ولكن أيضا هذا لم نرى أي مؤشرات حوله المسألة الأساسية مرة أخرى روناك هي التحول المطلوب من حركة حماس في استراتيجيتها في رؤيتها يجب على حركة حماس أن تعلن فك ارتباطها مع المشروع الإخواني العابر للوطنية الفلسطينية أن تفك ارتباطها مع المشروع الإيراني الذي يتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية هذه النقطة وضحت ويتعارض مع الواقع الراهن الآن الحرب تدار في قطاع غزة ويتمع ثمنها الآن 39 ألف شهيد واثثر من 80 ألف جريح أود أن أسألك سيد تدار من قبل إيران هذا أمر لا يمكن أن يتم السكوت عليه الآن لم نعد في طرف من الوقت لنتحدث عن تفاؤل حذر ونتمنى ونأمل وإلى خير الله أنا بتقديري أن هذا البيان علاقات عامة ولن يكون له صدع على أرض الواقع ولا يختلف عن البيانات السابقة ولا يحمل أي جديد نعم طيب سيد أنور ولا يحمل حقوات عملية تمث الواقع الذي يعيشه أهلنا سواء في الضفة أو في حديث طيب فقط نعم دعنا أيضا نقطة مهمة أود الإشارة إليها قبل انتهاء مدة اللقاء كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذا الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية وهي التي كانت وما تزال تريد شكل غزة بعد انتهاء الحرب خاليا من حماس جيد أيضا على حماس أن تستجيب للواقع الميداني الواقع على الأرض التحولات التي تجري في العالم ما قامت به حماس جلب لنا الكثير من أو جلب لها وللشعب الفلسطيني الكثير من المآسي ووضع حماس في خانة تصنف فيها بعض الدول بالإرهابية وهذا لا ينسجم مع وجود حماس في مشهد الحكم قد تكون حماس موجودة في مشهد السياسة ولكن المصلحة الوطنية إذا أرادت حماس مصلحة الشعب الفلسطيني يجب عليها أن تغادر مربع الحكم وتبقى في المشهد السياسي فقط ولا أحد يستطيع أن يقصيها من هذا الأمر ولكن الآن المطلوب أن تعلن حركة حماس تخليها عن سيطرتها على قطاع غزة وتترك الأمر للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار عربي هذا الشكل سيكون له بالغ الأثر في مفاوضات قوية وجادة وموقف فلسطيني مؤثر وفاعل في ما يجري على الأرض الواقع وتحديدا في مسألة اليوم التالي نحن الآن من يوجه جزء من سياسة حماس دعينا كله وليس الكل هو موقفها والتحالفها مع ما يسمى بمحور المقاومة أنا أشكرك مع إيران مع المشروع الإيراني هذه القضايا الجوهرية التي يجب أن ننظر فيها أما الحديث بهذا الشكل أعتقد أنه لا يمس جوهر القضية الفلسطينية ولا يمس جوهر ما هو مطلوب الآن ولا ينسجم حجم الكارثة التي عيش أهلنا في قطاع غزة وفي كافة بناء أبحاث وطن فلسطين والمحلل السياسي أنور رجب شكرا جزيلا